يعد نادي الطلبة السعودين في الإمارات من أهم الأندية الطلابية في دولة الإمارات وأكثرها نشاطاً بالفعاليات المتنوعة والمتعددة حيث يسعى النادي إلى إبراز إبداعات الطلاب والطالبات في المجالات المختلفة سواء في المشاركات الميدانية للفعاليات المقامة أو دعم الإنجازات والإبداعات العلمية والثقافية والأدبية لهم إلى جانب الاهتمام بالمسؤولية المجتمعية تجاه أفراد المجتمع وقضايا واهتماماته وينضم معنا من الشارقة للحديث عن الأندية الطلابية السعودية في الإمارات نواف النجار وهو رئيس الأندية الطلابية السعودية في الإمارات أهلا بك نواف مساء الخير وخير نتحدث بشكل مفصل عن جهود الأندية الطلابية السعودية في دولة الإمارات وقبل ذلك عدد هذه الأندية مساء النور أولاً عليك أزيزي وعلى أستاذ المشاهدين الأندية الطلابية السعودية هي تستمع الآن تحت نادي واحد يسمه نادي الطلب السعودين في دولة الإمارات نادي الطلب السعودين في دولة الإمارات يتكون من جميع الأندية الطلابية السعودية الموجودة في الجمعات الإماراتية المعترف بها لدى وزارة التعليم السعودية طبعا الأندية هذه كلها تحت مظلة الملحقية الثقافية في دولة الإمارات وجميعا يسعون وعندهم هدف واحد هو تمثيل المملكة العربية السعودية بأرقى صورة جميل نتمنى لكم توفيق نواف دعنا نتحدث عن أهم الأنشطة التي تقيمها الأندية الطلابية جميل بداية أهم أنشطة عندنا موجودة سنويا هي بداية باليوم الوطني السعودي وكذلك اليوم الوطني الإماراتي وعندنا يطول أمر بعد اجتماع شبه شهري هذه ابتكروها الملحقية الثقافية وأعضاء الأندية أننا نسوي اجتماع تقريبا شبه شهري لجميع الطلاب والطالبات الموجودين في جامعة الإمارات بحيث يتعرفوا على بعض ويشاركوا الاهتمامات ويبتكروا أفكار جديدة لمزيد من الأنشطة والفعليات جميل هذه حاليا أهم الأنشطة الموجودة حاليا ما بعد جاية كورونا جميل طيب نواف فيما يتعلق بتفاعل الطلاب السعوديين مع النادي كيف تقدر توصفنا التفاعل لتفاعل الطلاب؟ جدا التفاعل جدا جدا مشرف يوجد لدينا عدد كبير سواء من الطلاب أو الطالبات اللي تفاعلوا معنا بالأنشطة بعضا يكون عندنا أكثر من العدد المطلوب فأي نشاط نقدر نسويه جميل فيما يتعلق نواف بعض الأنشطة لتعزيز التعاون وكذلك اللي تبني بعض الموابس السعودية اللي يمكن تظهر ويدعمها أو تدعمها هذه النوادي كيف الآلية عندكم وإذا كان عندك أيضا أمثلة جميل طبعا خلينا نشرح لك حاجة نعم عندنا في الأندية في أي فعالية رسمية كبيرة يوجد لدينا فرق عندنا فريق إدارة حشود فريق إدارة أعمال فريق علاقات عامة فريق مالية وفيه فرق أيضا كثير بحيث أن الطالب أو الطالبة يطبق اللي قاعد يدرس الآن في الجامعة في الأنشطة الفعلية فإحنا من هنا نكتسب المواهب نقدر نكتسب الشباب ويكون زي ما يقال الرجل مناسب في المكان المناسب نواف فيما يتعلق أيضا بتعاونكم مع بعض الجمعيات مثلا في الإمارات وتمثيل مثلا السعودين أو المشاركة المجتمعية لا تعد السؤال ثاني يعني أهمية نواف أو إذا كان لديكم أنشطة مثلا في التعاون مع بعض الجمعيات مثلا موجودة في الإمارات وأيضا كيف يعني إذا عندك أمثل عن هذه التعاونات نعم سنويا نتواصل معنا أكثر من جمعيات سواء كانت خيرية أو عملية أو ما شافها ذلك طبعا الشعب الإماراتي الشقيق دائما يبادر قبل الجميع بالمشاركة باليوم الوطن السعودي فعندنا تقريبا سنويا أكثر من خمسين إلى ستين دعوة من جمعيات مختلفة للمشاركة بها في فعليات سواء كانت يوم وطن السعودي أو احتفالية سعودية أو مثلا زيارة سيدي خادم حرمين الشريفين أولي الأحد جميع المناسبات السعودية مرحب بها في الإمارات وهم دائما يبادروا قبل لن نبدأ نسوي أي شيء جميل صراحة جميل يعطيك العافي من الشارك الرئيس الرندية طلبية السعودية في الإمارات العربية المتحدة نواف النجار أتمنى لكم كل التوفيق لك ولكل الطلباء السعوديين الدارسين في الإمارات وفي كل دول العالم الذين يمثلون المملكة وكذلك الشعب السعودي خير تمثيل